من قلب الحي المالي وبآخر قطعة وآخر طرح داخل مجمع الجنوب لو عاوز تعرف أكثر كامل معي أنا معيكو هادير عايش أنا ما أكلمكو عن مشروع أوكنف الحي المالي باسم شركة العز خيرا أكلمكو عن شركة العز إحنا موجودين في السوق العقاري من سنة 91 ونكلم على أكثر من إندوستري إحنا شانالين فيها من الأول المانيفاكترينج الريل ستايت إنشاءات ككالستراكشن الإنفورت والإكسبورت عندنا 14 شركة موجودة برا مصر تنوعة ما بين استراض وتصدير تخليص جمهوركي ما بين وصنع خاصة بالأساس نكلم على شركة تكييفات مركزية وبنتكلم كمان على سبعة أعمال بأكثر من 280 مشروع تم تنفيذهم بالفعل تنوعه ما بين أبراج إداريو توجيري زي أبراج العز من العز 1 حتى العز 11 ونتكلم كمان على مجمعات سكنية زي فريجة عبدالعز هذه نبزة بسيطة كده على شركة العز ونجحتها إحنا نزلنا بصر الثلاث مشروعات آه النهاردة جاية أتكلمكم عن مشروع وكان ده آخر قطعة طرح ده في المجمع البنوك إحنا في نصف بنك مصر وبنك القاهرة وبنك الزراعي وبنك عبو هايكونوا برضو ملوضين معنا لخدمة المشروع بنتكلم على سهولة وصول طحفة لأن حراك إنته الثاني نمرأ على طول المحور المركزي اللي نرابط معك من طريق السخنة لحد طريق السويس ما بينك وما بين البنك المركزي دقايق معبودة فقط ما بينك وما بين النوتار بنتكلم أولو 7 دقايق المشروع بنتكلم على كاريين هايكونوا ملوضين معنا شركة PCE شركة الدقاء السراط الهندسية بنتكلم على شركة توزا A-C-E شوانس محرم بخوم إن مساحات عندنا متنوعة نتكلم سعر المترة حاليا بيستارت معينا من أول 120 ألف عندنا ألزم سنة بتبدأ من أول عشر سنة الاستلام الخاص بمشروعه كان ثلاث سنين لو عايز تعرف أكتر اتواصل معنا على الرقم اللي موجود على الشاشة أو من خلال لينك الواتساب اللي موجود في الديسكريبشن وفريق من أفضل استشارين العقاريين هيتواصل معيك لإستيار واحد أنا كنت معيك والنهاردة هدير عايش زي ما اتفعنا مشروعه كان باسن شركته